علاقاتك جيدة مع القيادات بالخليج هلأ يمكن لك يعني قبل أنت تتضلك بالإمارات وبالسعودية صحيح هلأ عم بتروح؟ لا ما رحت بعد بصراحة أنا مش عم بروح لأنه يمكن سبب حرج لحدا ما بدي سبب حرج فيك تدخل؟ فيك تروح؟ ما بعرف ممكن ممنوع من الدخول أو مسموح؟ حلو سؤاليك ما بعرف يمكن كون محطوط على اللائحة السوداء ما فيني أدخل ما بعرف ما جررت ما سألت؟ ما سألت ما سألت الحقيقة ما يعني مني رح روح ما عندي نية أني روح هلا وما سألت إذا ندعيت إذا ندعيت بتحب تروح؟ إذا ندعيت أنا بعتبر هود أهلي كلهم يعني أنا إلي عشرات السنين أنا ويهم طب إذا ما ندعيت هل بتطلب فيزا وبتروح؟ بتقول أنا حابب إجيزور الإمارات أو السعودية أو أي بلد عربي؟ لا ما بدي أطلبه ليه؟ لأنه أنا عتبان كمان أنا زعلان لأنه من؟ هادي حملة ظالمة كانت علي وكانت حملة لا تجوز لا أخلاقا ولا دينا ولا صداقة ولا شيء هادي حملة تعرضت عليها كان لازم تتوقف لأنه أنا ما ارتكبت خطأ مين كان مفروض يوقف؟ كل المسؤولين اللي بعرفهم وأصدقائي في الخليجة جربت توصلهم مع عتبك؟ جربت جربت شو كان الرد؟ ما في رد ما في رد ما هني بتعرفي بيصير في بلوك يعني بقى ما في رد في زعل في أزمي هني زعلاني سببت بأزمي بين لبنان والعالم العربي أنت بتعتقد هيك؟ أنا لا مش هيدي أنا متسببت بالأزمي الأزمي كانت قائمة قبل إذا بتتذكري قصة سحب السفرة قطع العلاقات الديبلوماسية ظاهرها هالتصريح اللي حكيته أنا عن حرب اليمن بس إذا بتتعمق به هالتصريح اللي حكيته عن حرب اليمن باعتقد أنه ما بيستحق هذا الموقف من دول الخليج وما بيستحق هالحملة اللي صارت علي حتى من بعض دول الخليج